نحن نسأل من المطبخ ونحكي عن شي كتير حلو بصادف اليوم بصادف يوم 28 الأول ميلاد مطربة الجيل الفنانة ميادة حناوي طبعا هو الصوت الذهبي اللي كبرنا عليه والإنسان اللي أبهرتنا بحضورة وطلطة بكل حفلة لئلة مجرد ما تبلشت الست ميادة غناء بتأخذنا لعالم تاني يعني تلاقي حالك سلطنتي ومبسطتي مستحيل ما تكوني حافظة لأميك هدول الأغاني أو هدول الزمن الجميل أو هدول الأشخاص اللي فعلا ما بينتسه ولا بينتسه شي من أي شي هنا نقدمه لألنا ما في حدا مننا أكيد محافظ أنا بعشائك أنا والحب اللي كان وغيرهم الكتير من الأغاني اللي أضافوا عليهم صوت القديرة ميادة الحناوي شي من الجمالية وخاصة اللي خلتهم يتحولوا للزحر نحن ما بنقدر ننسى وأكيد بعيدك نحن قللك كل عام وأنت الصوت الراقي الحضور الآثر وتمنياتنا لإلك بالصحة والعافية والخير لكتير ست ميادة ما كانت رحلة مطربة الجيل بالرحلة سهلة أبداً فالشهرة والمجد وبصمطة بكون واحدة من أيقونات الزمن الجميل وآخر جيل العمالقة وغيرها من الألقاب والأمجاد كل هذا الشي ما أجا إلا باعت سلسلة من الأحباط والتعب والتضحيات يلي ما بتنتهي ميادة الحناوي ولدت نجمة وبدأت من حفلة الأولى مطربة صاحبة طراز رفيع بالغناء المتقن والأداء يلي ما بيشبه أداء حدا فمدينة دمشق وساحة الأمويين بيشهدوا على حفلة الأول يلي جمع كبار نجوم الفن وكبار الملحنين والشعراء من كل الدول ليشهدوا انطلاق نجمة سورية ما زالت ليومنا تطرب كل من بيسمعها من الجيل الأديم أو الجديد بالتأكيد كان لمصر حصة وافرة بمسيرة القديرة ميادة الحناوي لكن أيضا كانت البلد يلي شان سهام الحرب من بدايتها القديرة ومع ذلك قاومت واستوعبت كل شي عم بيصير حواليها لتوثق بنفسها أكتر وتنتصر على كل التحديات فكانت نعمة النسيان والحب اللي كان أنا أعمل إيه كان يا مكان ومش عوايدك وغيرة من الأغاني يلي مستحيل الساحة الغنائية العربية إنه تنساها تعد اليوم ميادة الحناوي من المطربات يلي قدروا يجمعوا بين الماضي والحاضر بالكلمة واللحن والأداء وعاصلة العمالقة أمثال محمد عبد الوهاب اشتركوا في القناة